طبعا الفيروس غير المرض ممكن اطيق دانصاب بالفيروس يتغلب عليه وما يتحول لمرض وينجو منه. اليوم هلحكي عن موضوع الاسهال اسمعوا الفيديو للاخر. السلام عليكم اهلا وسهلا بالجميع جمعة مباركة ان شاء الله على الجميع معاكم سطيف للدواجن. اليوم رح نحكي عن الاسهال عند الدجاج طبعا اسهال عدة انواع ان شاء الله بتمنى من الجميع الاشتراك واللايك والتعليق بالقناة وتفعيل الجرس وشاكر كتير لكل انسان موجود معاي بالقناة بالوقت الحالي اي انسان بتابع قناتي سواء مشترك او غير مشترك برحب بالجميع اهلا وسهلا فيكم. اه طبعا الاسهال عند الدواجن فيه له عدة انواع وعدة اسباب منها البرد منها الامراض حسب نوع الاسهال وحسب الالوان المحتوى عليها الاسهال او نوع الاسهال. يعني اذا كان الاسهال فيه مواد مخطية بيضة بنسبة عالية بنسبة اكتر من 70% بيكون الطير حامل المرض مثل نيو كاسل او الكوكسيدا امراض تانية. اه طبعا فيه الاسهال للبرد من يوم يعني احنا نحكي بالاخاص على الاسهال للبرد مما اننا ندخلين على موسم الشتاء. اه ممكن الدجاج يتعرض للبرد ويصيبه اسهال. اه بالبداية الاسهال غير مخيف بكون اذا انت دفت الطير بتقدر تلحقه وتسيطر على الوضع. بس بعد ما يوخد الدجاج برد انه يتعرض للفحد هوا اكتر من اللازم خصوصا وجوده في الاماكن الباردة بالليل اثناء المبيت. احنا هون غيرنا اماكن الدجاج شوفوا كيف دفناهم حطناهم بغرفة خاصة نقلنا شغلات كثيرة هون. اه فانت اذا يعني تحول البرد لمرض يعني الدجاج اخد لفحة هوا مع البرد مع الاسهال. ممكن ينصاب بالرشح والعطش وصير عنده مرض تنفسي وتطور الحالة من اصابة من الفيروس لتحويله لمرض. هذا هو بعض الاسهالات اللي في منها خطورة انك تصبر عليها للدواجن وتخليه مكانه نفسه اللي هو متعرض فيه للبرد في الليل. اه طبعا الحل الوحيد انا ما بدي اضحك عليكم ما في طير مش متعرض للاصابة بالفيروس. ممكن ينصاب من اي طريقة عن طريق الحمام البرى او عن طريق الهوى والغبار او عن طريق الطيور البرية مثل العصفير وما غيره. يستحسن لجميع الطيور ان شاء الله هي اللي هي رفع المناعة دارت بالكم عليها بالتغذية اللي جيدة والكويسة. بحيث نرجع ومنأكد ان الفيروس غير المرض اللي ممكن يتغلب عليه اذا مناعة الطير كويسة ممتازة. ممكن يتغلب عليه وما ينصاب الطير بأي نوع من الاسهالات وتغلب على الفيروس بكل سهولة. اه طبعا ان شاء الله بعد يومين هنزل فيديو. عندي دجاجة وفاوديك كانت منعتهم شوي قليلة. يعني ممكن ينصابوا الفيروس وتحول لمرض انا تم عزلهم. راح افرجيكم كيف تم علاجهم الحمد لله رب العالمين ورجعوا طبيعيين ويأكلوا ويشربوا بعد ما كانوا تقريبا شبه من تهين. وطبعا ان رقبت الدجاج اربع خمس ايام ما في عندي اي حالات الحمد لله كلكم زي ما انتم شايفين هون بالفيديو. يعني الاسهال للبرد خلنا نرجع على موضوع الاسهال للبرد. لازم ندف الدواج جدا بالليل تكون درجة الحارة متناسبة على درجة الحارة اللي كانوا فيها بنهار. ما تحطهم بأماكن مفتوحة معرضة لطيرات الهواء اللي ممكن من وراها ينصابوا في البرد. والبرد يتحول لزكام او مرض رشح عند الدجاج والتهاب رئوي. يعطيكم العافية ان شاء الله هذا يعني فيديو هيك مختصر. وشاكل للجميع اللي كان معي بالقناة بالعرض الاول. واللي حضر العرض ويا رب ربنا يوفق الجميع ويعطيكم العافية للجميع وشكرا كتير.